احنا ما عم نقول بنا نلغي حدا بموضوع حزب الله عم نقوله لحزب الله ما فيك تضل رابط لبنان بصراع المنطقة ما فيك قرار الحرب والسلم انت تاخدوا دون العودة الى الدولة اللبنانية ما فيك تاخد عسكر من عندك شو اللي عم نقوله بارح البيان الوزاري واضح شو واضح انه اليوم بيجيبوا ميزوت بلا ما يحكوا مع الدولة اللبنانية بلا ما يدفعوا تيفي او بلا ما يدفعوا ضريبة وساعة تجار شيعة اخوانا في الشعية اشتريوهم ساعة ما نشكر ايران انه ودت لنا الميزوتات شو الضياه هيدا يا اخيي كان يشي مين قال انه لبنان فيه على حصار يا ست سمر ليس خانحكي منطق هلا عم تقطع على موضوع البواخر عم بيقوله انه مبارح فيكينا الحصار بهيد الباخرة بيفوت على لبنان ما يقارب 15 الى 16 باخرة محروقات شهريا نحنا مشكلتنا مش الحصار علينا بالبواخر نحنا لانه المحروقات عم تتهرب الى سوريا من خلال هيدا المنظومة انا كنت بتمنى من السيد حسن هيدا الباخرة الميزوت رجيبها على لبنان يخليها بسوريا ووقف التهريب نحنا ما بدنا ميزوت نحنا بدنا نوقف التهريب وانا قدم باخباران اللي ساعة سكتة لحظة شوال دعنا اذا خلاص هلنا حنفوت على موضوع اخر اكيد الميزوت اللي يتهرب على السوريا مش قده لمخزنه براهيم السقر شو مخزن براهيم السقر براهيم السقر مخزنه تايرجع يبيعه في الاسواق اللبناني شو لعته علاشي براهيم السقر انه عم ببيع سوق سوداء لا وانا ما بدي دافع عن حدا وانا اذا براهيم السقر مغلط فليحسب وليحاكم ومبارح قاله الاستاذ عدوانا عاتريف مش القوات اللبنانية مانا مغطي حدا وهو قال وهو وين براهيم السقر هلأ؟ وين براهيم السقر كان خيه موقوف وتركه بس براهيم السقر وين ما بعرف انه موجود بمعرب ما بعرف مش شاغلتي اعرف وانا بأكدك انه لا وقال مبارح الاستاذ عدوان اذا براهيم السقر وغير ابراهيم السقر عليه ولا اي تهمة نحنا ما منغطي ولا اي حدا نحنا اللي عم نقول بارح كان كلام الوزير جبران بسير واضح شو هذا كله كله يعني حتى الموضوع ما صار بقى بس عضية المحروقات وعضية تخزين ملايين لترات من المزود والبنزين هلأ في قصة نترات كمان يعني هذا القام الكبرى انا ما بدي دافع عن حدا وانا مش شغلتي دافع عن حدا وانا بالعكس شغلتي حاسب كل الناس انا عمقول اولا اذا ابراهيم السقر وغير ابراهيم السقر مخال فين فليحكم هذا واحد ونحنا مع استقلالية السلطة القضائية ونحنا قلنا سنتان من قلله يا فخيمة الرئيس نضيلنا التشكيلات القضائية طي ينتظم عمل القضاء طي يبطل القضاء مسيس ويبطل في سطوة سياسية على القضاء هذا دو دو بموضوع ابراهيم السقر ابراهيم السقر عنده عشرين خمس وعشرين ترمبا اذا عنده كمية من المحروقات مجمعون او مخزر شو كمية؟ شو كمية؟ هيا تجر هيا تجر هيا تجر هيا تجر هيا تجر هيا تجر اذا مغلط فليو حاكم ومبارا خيوا وقفوا وقفوا ورجعوا تركوا لو كان على شي انا بأكد لي كانوا علاقوا مش نقتوا بساحة زحلة بس برضو مش هالقصة انا اللي عم بقول انا ماني جاي دفع عن حدا انا جاي احكي انا كنائب شو دوري شو مسئوليتي انا قدمت اخباران من سنتان واحكينا عهي البلاتو اكتر من برا انه يا جماعة كمية المحروقات اللي عم تهرب الى سوريا يوميا هي بالملايين عملوا معروف يا مجلس دفاع الأعلى يا فخيمة الرئيس عطيه الضوء الأخضر لضابط الحدود يا حزب الله ما بقى تغطي المهربين لأنه البداع اللي عم تهرب عم بيطلع فرش دولار من مصرف لبنان إلى سوريا دولة ما بتقدر اقتصادنا ما بيحمل اقتصاديا لبنان وسوريا مين عم بيهرب يا رأيك في جهة واحدة عم بتهرب في راعي تهريب بين الحدود في راعي واحد بس اليوم لما بتطلع بتفوكس على موضوع حزب الله والتهريب وأنا إلى سوريا بس يعني الراعي الكبير بل بقع في تهريب بشمل في تهريب أحد كيادات حزب الله اعتبر التهريب عمل جهادي مقدس مش أنا اعتبرته هايك والإيد اللي بنتمتد على وقف التهريب بين النقطاعه مش أنا قلت هالكلام مش بهالإطار بلا طلع الشيخ نابلسي بقلك اسمه برضو أنا مني بس مش بهالكتار نعيل هالكلام يعني إنه كلام إنه مبارح كسرنا الحصار بالعكس لشوان في حصار على البلد ما في حصار لا ما في حصار بالمحروقات على البلد هذا منطق اللي عم تحكي بالمحروقات بس ما هو الحصار بشكل عام على البلد احنا مش بلد محاصر محاصر ليش نتيجة ارتهاننا بمشروع ممانعا ما بيشبه الشعب اللبناني أنا ما بيشبهني أنا زياد الحواط مواطن لبناني من جبل لبنان أنا أخي ما بدي يكون بهذا المحور الممانع اللي أخذنا حزب الله عليه بدون استشارتنا أنا بدي أعايش أولادي حياة كريمة بدي أعلمهم وبيدي أحكمهم وبيدي أخرجهم وبيدي أخذهم يشتغلوا مين قالوا إن إحنا بدنا هايدي حياة الزل سوفينا شحرين عبويب كل القصص اللي منعوزها مين قال إنه هني إلهم حق يحكم اسمي سالة بعدك عم تقول إنه هايدي نتيجة سياسات موري ست من 30 سنة لعله هو الجميع كان شريك فيها لا مش إيه جميع بستثناء القوات لا بستثناء القوات لا بستثناء القوات لا مش منزالين يعني لا مش منزالين أنا ضليتوا مبارح لكم جبران باسيل ضليتوا تتخبوا وراء العذرة ومرشار بيلا آخر شي يعني عم ترشحوا زيت بعد شوية ما هذا اليوم شو اللي جوع الواقع هل يقول لك شو الواقع بدك تسمعيني شو الواقع الواقع في مشكلتان أساسياتان بالبلد في مشكلة الاستفاف اللي أخذنا عليه حزب الله وهو محور ممانعة اللي جاب لك عزلة عربية طويلة عريضة ما بقى في دولة عربية بتودي 100 دولار على لبنان وحصار مالي واقتصادي نتيجة هذا المحور لأخذونا عليه جماعة حزب الله ودخولهم في صراع المنطقة وعدم حياد لبنان عن كل هالأزمة هيدا واحد والمحور الآخر لوين أخذنا أنا مش طالب أن أذهب محور آخر أنت بمحور آخر أنت وحلفائك كنتم بمحور يقابل هذا المحور المحور الأمريكي سعود كل عمره اتهامات خصونك الأتهامات خصونك الأتهام بالسياسي مشروع مثل ما أنت بتسفح لحالك خليني كافيرك بس أنا فكرتي بس للا أنا عم بسألك المحور الآخر لوين أخذنا على القليل المحور الآخر ما وقفناش قدام السوبر ماركت نشحط رابطة الخبز ما وقفناش قدام ترمبة المنزين نجيب لي ترامب بنزين ما وقفنا أنه نقدر نأمن مزوت ونعمل إنجاز إذا قدرنا دوارنا مطار الحي وكان قدرين حكم أولادنا كانت لبنان مستشفى الشرق وجمعت الشرق ومصرف الشرق المحور الآخر عمله ولا سياسات الاقتصادية لا بدك قل لك شو اللي كان عمله انفتاحنا على الخليج وعلى دول الغرب شو كان عمل هيدا كان عمل كل هذه السياسة الموجودة بالبلد أي سياسة هذا اللي كنا عايشين نعيم اللي كنا عايشين فيه كنا عايشين بنعيم قبل هالأزمة الاقتصادية لما كان معايش استاذ المدرسة 4000 دولار كنا عايشين بنعيم لما كان الكاميرا معايشه 1500 دولار كنا عايشين بنعيم هاي الطام الكبرى هون كان نعيم كان تعمية كان تعمية اللي وصل البلد لهون تسكيرة الحنفية الخليجية والغربية عن لبنان هيدا شو اسمه هيدا عم بتجاهر فيه لا لأنه رحنا على مفسود عم بتجاهر فيه لأني بديك تسبي الخليج وبديك تسبي أهل الصعود هيدا كلام بدينك شو بديني لما بتقول تسكيرة الحنفية هيدا كلام بدينك انتي عم بيجيك عم بيجيكي ماي من حنفية كل نهار بتسبي أصحاب الماي خليني كمل سؤالي يعني انت عايش على شو يعني شو بلد قائم على استثمارات لا استثمارات الخليجيين السياحة لا يا ستاة هاي الحنفية اللي عم تنفتح بجبال شو كان فيه كان يجوا كان يجوا الأوروبيين والأمريكان والخليجيين على جبال يقضوا ويكين يعيشه كل الأسبوع فيك تألي هلأ شوفيه بجبال مين عم يجي فيك تألي هلأ شوفيه بجبال شوفيه بجبال ما عم يشوف تهيخ بقى الناس عم بتصرخ صرف صحي ما فيه بجبال مائي ما فيه بجبال الناس عم خل戰ك بجبال مان字 بس شجرة الميلاد لا مش صحيحái الكلام رئيس حكومي رئيس بلديا اه بصحيح ما عنا صرف صحيح المائي لها ما فيه ما فيه بجبال لأنه نقطع الكهرباء عن ترمبات الضخ لأنه 80% من ترمبات الضخ وعن بيدقولنا مدرأ شركة الماء بجبال داخلك أملنا مزودة ندور مضخط الماء الكلام اللي قلته قبل شوية أستاذ زياد كلام بدينك لما بتقول أنه نحن وصلنا لهو لأنه تسكرت الحنفيات ولما بتقول أنه كنا عايشين بنعيم عشو صرت حضرتك لما كنا عايشين بنعيم عشو فتت بالثورة عشو ثرت لأنه نحن كنا قرينا من سنتين ونصف لما صفحنا حزب الله عم بيقاتل بسوريا والعراق واليمن وقلن لهم يا جماعة حياد لبنان ضروري بهذه المرحلة نحن ما بنقدر نكون بارت من هاي الصراع الكبير اللي عم بيصير بالمنطقة لا نحن عم نحمي لبنان من داعش يا أستاذ زياد عم تخلط الأمور بعضها شو خاص هاي بهذا حزب الله عم بيقاتل بسوريا من 2012-2013 نحن عم نحكي إنه حضرتك وحزبك قررتوا تعملوا ثورة على النعيم يلي نحن عايشينه مش تعملوه حتى نحن عملناش ثورة انتوا اركبتوا الثورة كان في ناس بلشت تجوع أكيد أنت ليش اشتركت معا كانوا فإذا عم بيثوروا على النعيم اللي كنا عايشينه ليش انقلت اشترك معا كان بلش ينهار الوضع الاقتصادي والاجتماع اللي بلش البلد نتيجة دخولنا بهذا المحور شكرا